معنا من بكين زميل أول في معهد بنقوال وأستاذ مساعد في جامعة بكين الدكتور كيندو شو أهلا بك دكتور كيندو معنا على سكاي نيوز عربية دكتور كيندو ما نشاهده اليوم منطاد صيني فوق الولايات المتحدة الأمريكية الجميع يقول أنه أو الأمريكيون يقولون أنه منطاد تجسس الجانب الصيني يقول هو منطاد لاستخدامات مدنية لكن السؤال الأبرز ما الذي يفعله فوق الولايات المتحدة هنا لابد أن نسأل ما آفاق وجود هذا المنطاد في سماء الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادك هذا سؤال جيد جدا بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن وكما ذكرتم من الجانب الأمريكي نعرف أن هذا المنطاد الصيني كان يحلق فرر الأراضي الأمريكية ولكن شددت الخارجية الصينية على أنها لأسباب مدنية فيما ددعت الأمريكيون أنه يستخدم لأسباب التجسس إذن نعرف أن هذا المنطاد خرج عن السيطرة بسبب الرياح القوية فوق هذه المنطقة بالذات لأنه كان يدرس تحركات المناخية والجوية ونعرف أنه لا يمكن التحكم بالوضع المناخ ونحن نتثأل لماذا وصل إلى الأراضي الأمريكية أو الفضاء الجوي الأمريكي وأعلنت الصين أنها تندم على ذلك وأنها تأمل أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين وأنه يجب التعامل مع هذه القضية بمهنية وأعتقد أن هذه النقطة التي يجب أن يعويل عليها الطرفان وعليهم أن يسمحوا للمحترفين أن يعلقوا على هذه الحادثة دكتور كندو بغض النظر عما تريد وزارتها الخارجية فعلة هنا لكن هناك حرب تجارية مستعرة وقتصادية وربما نذهب إلى أبعاد اقتصادية وسياسية كبيرة بين الولايات الاتحدة والصين هذا المنطاد يلقي بظلاله على هذه العلاقة المتوترة ما آفاق هذا المنطاد يعني ما النهايات التي ممكن أن نراها هل هي سعيدة أم غاضبة من الطرفين كما ذكرت نعرف أن الهدف من استخدام هذا المنطاد هو لمراقبة التقص ونعرف أنه أحيانا ربما بعض التجار سيستخدمون مثل هذا المنطاد ليتمكنوا من معرفة ما هي الأحوال الجوية في المنطقة التي سيعملون فيها نعرف أن هذا ليس لإستخدام المعتد الحصول على معلومات استخباراتية فنعرف أن هذه التقنية كانت شعبية منذ مئات السنوات ولكن نعرف أن الآن هناك طائرات مستيرة نرود طيار مستخدمة للحصول على معلومات ونعرف أن الأمريكيين غالبا ما يستخدمون الطائرات غير الطيار للحصول على استخبارات أو استطلاع من الأراضي وبالقرب من الحدود الصينية وهناك تساؤلات أيضا بشأن توقيت إيجاد هذا البالون في الفضاء الجوي الأمريكي نعرف أن وزيرتي الخارجية والدفاع ذكرت أنهما يراقبان هذا المنطاد منذ فترة ونتساءل لماذا قرر الإعلان عن إيجاد هذا المنطاد قبل الجولة المقررة لوزير الخارجية الأمريكية للصين وأنا أعتقد أن ننفع لذلك لأسباب سياسية فنحن نعرف أن بعض السياسيين لا يريدون تخفيف التوترات بين الصين والولايات المتحدة ويرودين تعويل على هذه التوترات ولكن أعتقد أن هذه خطوة سياسية اتخذها أيضا وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بالتالي من الضروري فتح شبكات التوصل بين الدولتين وإيجاد حل لهذه المسألة لا نعرف أن العلاقات بين الدولتين مهمة جدا ليس فقط لدولتين ولكن أيضا لبقية العالم دكتور كندود دعني أعيد السؤال عليك بشكل آخر هل ممكن أن نستخدم هذا المنطاد في إيجاد توتر أكبر بين الطرفين من ناحية الصراع السياسي والاقتصادي هل ممكن أن نرى عقوبات اقتصادية أمريكية مثلا على الصين من وراءها الجميع يعرف قد يكون هذا المنطاد قدمه على طبق من ذهب هنا أنت تتقلم عن عقوبات محاتملة ستفرد من البلاد المتحدة على الصين ولكن هذا يعد انتهاك للسيادة الصينية فنحن نعرف أن الولايات المتحدة هي التي تنتهك سيادة الدول الأخرى وتتدخل في شؤونها الداخلية ونعرف ماذا يحصل وماذا حصل مؤخرا مع تركيا والمشارم بالتالي أنا أعتقد أن الطرف الصيني لا يملك أي هدف بتأجيش الخلاف مع الولايات المتحدة أو باتخاذ أي خطوة ستسهم في توتر العلاقات بشكل إضافي نحن نعلم أن الصين هي التي دعت وزير الخارجية الأمريكي لزيارتها وهو سيكون أول وزير خارجية من الولايات المتحدة الذي سيلتقي بقائد الصيني ومنذ سنوات عديدة بالتالي نعرف أن الطرف الصيني كان يتطلع قدما لمجيء وزير الخارجية الأمريكي لبناء علاقات بناء بين الدولتين وبالتالي نعرف أنه من غير المنطقي التشكيك بالنوية الصينية وذلك قبل زيارة وزيرة الخارجية ولكن نعرف أن الطرف الأمريكي هو الذي يعمل على تأجج الخلافات وإجب أن لا ننسى الحدث في الفلبين وغيره وإن كان هذا صحيحا دكتور كيندو وإن كان الجانب الأمريكي كما تقول يريد أن يؤجج مثل هذه المشاعر ترك المنطاد عدم إسقاط المنطاد هل يراد منه هدف في إثارة الجانب الأمريكي أو الشعب الأمريكي هل ممكن أن نرى عملية تحشيد إعلامي كيف قرأتها أنت هذه المسألة ما ذكرته صحيح وهذا ما يحزل حاليا للأسف وأنا أعتقد أن للأسف يستخدم هذا المنطاد بهذه الطريقة في الولايات المتحدة إذ توجد الآن فرصة للدولتين لمحاولة العمل على استقرار العلاقة بين الدولتين نعرف أن البنتاكون وجد هذا المنطاد علما أنهم أصدروا هذا الخبر الآن ولكن ندرك أيضا أن البنتاكون كان يتتبع حركة هذه المنطاد منذ فترة وبالتالي هناك تساؤلات بشأن توقيت الإعلان عن مثل هذا الخبر ونحن نعرف أيضا أن هذا الخبر المنطاد سيؤثر على العلاقة بين الدولتين ولكن نأمل أن القيادة الرشيدة من الدولتين بإمكانها أن ترى الأمور على حقيقتها وتعمل على محاولة تحسين العلاقات ولكن ندرك أن بعض السياسيين ووسائل الأعلام الأمريكية تحاول تصعيد الأمور بسبب حدثة المنطاد بين الدولتين وهذا أمر جنوني بالنسبة إلينا فالدولة برمتها تشعر بشعور بالمؤامرات في البلاد ضد الألسين كلا لا أعتقد أن الأمر يتعلق بجمع الصين معلومات استخباراتها من الرويات المتحدة بل هذا منطاد قد حلقت به الرياح بعيدا معنا من بكين مساعد في جامعة بكين الدكتور كيندو شو شكرا جزيلا لك دكتور